وفي ملف المفاوضات قالت وكالة رويترز أن مباحثات إسرائيلية مصرية تجري حول إنشاء نظام مراقبة إلكتروني عند الحدود بين قطاع غزة ومصر ومن شأن النظام المراقبة أن يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة في حال تم التوصل إلى اتفاق على وقف الإطلاق النار يذكر أن مسألة بقاء تلك في هذه المنطقة تعرقل التوصل إلى اتفاق لأن حركة حماس ومصر تعارض هذا وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة هارتان رئيس الموساد الإسرائيلي أيد طلب رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بالاحتفاظ بحق الجيش الإسرائيلي في استئناف القتال بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من أي صفقة ستمنح إسرائيل نفوذا لعدم قيام حماس بتغيير هوية الأسراء التي تنوي إطلاق سراحهم وأضافت الصحيفة أنه تمت الموافقة أيضا على المضي قدما في المرحلة الثانية من إطلاق سراح الأسراء بدورها ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أن رئيس الموساد الإسرائيلي رأى أنه يجب مضاعفة الضغط العسكري في غزة موضحا أن نهج استئناف الأعمال العسكرية قد يؤدي إلى عودة الأسراء والجنود الذكور الذين تم لم يدرجوا في المرحلة الأولى من الصفقة إلى ذلك قال نتنياهو أنه لا يزال ملتزما بإطار وقف إطلاق النار في غزة الذي يجري التفاوض عليه واتهم حماس بتقديم مطالب تتعارض معه كما أكد أن احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة يهدف لمنع تهريب الأسلحة لحماس هو أحد الشروط لوقف إطلاق النار مع حماس ترجمة نانسي قنقر